السلام عليكم صباح الخير سريعا اناعمل مراجعة عن شركة تكمل هي من الشركات المعروفة ومن الشركات اللي انا بنصح بها لو كنت لو انت مبتدئ وعيس تشتغل ولكن في ملحوظة اا الشركة اا التنفيذ بتاعها كويس كشغل يدوي ولكن لو هتشتغل عليها بالاكسبرت التنفيذ مش حلو بمعنى اا الشركة كتشغل يدوي وشغل على على الحساب الحقيقي تشتغل في دو حلو قوي بس متشتغلش بقات معلقة التنفيذة عندها مش لذيذ مش هيعجبك قوي ولكن هي شركة ممتازة اا شركة موصوقة لو حطيت فيها فلوس اا مش هتنصب عليك هي طبعا معها ترخصات من اا الترخيص انجليزي ترخيص من جزيرة سيشل اا الترخيص من اا اا فين انا بس عايز ارجع معك وترخيص انا بيقول لك شركة تكمل دوت كوم دي من ضمن مجموع شركات تكمل تمام هنا تكمل تمام مرخصة من المملكة المتحدة وعندك هنا اا مرخصة من ابروس وعندك هنا مرخصة في اا قنوب افريقيا وعندك هنا مرخصة من انا بس عايز اعرف الجزيرة دي وعندك هنا تمام دول الترخيصات بتاعتها تمام تمام هنبص بس تسريع على الترخيصات لان انا مش محتاجة بص عليها يا شركة معروفة طبعا ودايما ببص على الترخيصات بتاعتها اول دور على طول هنبص انا اخد الاسم التجاري بتاعتك مل يوكين بص على الترخيص الانجليزي على طول بناخد الاسم كوبيبت مش محتاجين على طول تمديني هنا لون ازرق يعني معناه ان هو اكتف لسه شركة اكتف وقادي تفاصيل الشركة انا بحب الترخيص الانجليزي عشان خاطر هو ترخيص قوي ده اولا في المقام الاول في المقام التاني الووبسايت بتاعه محترم جدا في المقام التالت بيقول لك ان الشركة ليها الووبسايت ده الوحيد اللي تحت الترخيص انت عايز تسجل تحت الترخيص الانجليزي بتخش من على الووبسايت ده تمام تمام عندك ايه تاني عندك الترخيص بتاع السيشل انا ممكن اكتب بس الاسم التجاري الاسم بتاعه المشهورة به اللي موجودة ده الترخص السيشل. طبعا الترخص السيشل بالنسبة لي من اضعف الترخصات او حرجة جميلة ان هو بيكتب الويب سايت بتاعها والرقم كل حاجة. ولكن في التعامل مع الشكاوي مش على قد كده مش نفس النتيجة اللي احنا بنستناها يعني. ده بالنسبة للترخص السيشل اللي انا وقف عليه دلوقتي. بالنسبة للترخص من افضل الترخصات اللي انا ممكن اشتغل معها. وارفع عليها شكوى. والصراحة بيبقى ترخص مبدأس. طيب تمام? انت مفروض لما تيجي تدور على الاسم. اه في الترخص الابروسي تكتب الاسم التجاري للشركة بالزبط. ما ازاي الترخيص بتاع السيشل. كل ترخيصه بيبقى ليه اه نمط معين وطريق شغل معين. الاسم ما زمر ليش. في الترخص الابروسي لان انا كتبه غلط. تكمل ايرو بلت دي. انا كنت كتبه تكمل بس على طول. عشان كده بقول لك خد الاسم. اه خد الاسم بالزبط زي ما هو موقود في الموقع. عشان يحصل عندك شكوك بالنسبة للشركة. احنا هنقفل كده خالص برضو ما ظهرش. هنا هكتب برضو الاسم القريب ديها. واشوف هي مش موجودة ولا لا. لان هي موجودة. تكمل ايرو بلت دي فعلا موجودة لو دخلت هيجيب لي ناس تفاصيل الشركة. مش محتاجة طول على شركة تكمل اللي هي بالشركات المعروفة. الشركات بتاعتها بتاعتها منافسة جدا. بيقول لك ده الوبسايت بتاعي. في اه لو عايز تسجل بتاعت ترفيص الابروسي بتخش من على الوبسايت ده. رفضيت متتشتغلش مع الشركة. انا انا بالنسبة لي كده لان الترخيص الوحيد اللي هينزلك تحتيها تكمل ترخيص سيشل وانا بالنسبة لي الترخيص ده سايق جدا في التعامل مع الشكاوي. بس اه مش هطول اكتر من كده. لو حبيت اشتغل في الشركة دي اشتغل تحت الترخيص الانجليز او الترخيص الابروسي. وخد رفعات ولا ايه لما فيش مشكلة بس لو حصل مشكلة على المنصة تقدر تشتغل وتسترجح عك. بس مع السلامة.